اهلا بكم تجددت الاجتباكات في اليمن بين متظاهرين يؤيدون رئيس علي عبدالله صالح ومعارضين ينادون برحيله وقد بدأت الاجتباكات امام مبنى جامعة صنعاء عندما اعترض مؤيد الحزب الحاكم المظاهرة التي انطلقت من الجامعة ومناع المسير وفي الجنوب تظاهر انصار الحراك الجنوبي في محافظات عدن ولحج وأبيا والشبوى والضالع ودعوا الى ما يسمونه فك الارتباط عن دولة الوحدة اندرعت في مدينة الزنتان جنوب ترابلس في غربي ليبيا مظاهرة مناهضة لنظام الحكم واحرق المتظاهرون مقر حركة اللجان لثورية ليبيا التي شكلها العقيد الخذافي للاشراف على تنفيذ برامجه الثورية وفق افكار الكتاب الاخضر كما اشعل المتظاهرون النار في مقر الامن الداخلي بالمدينة وقد افدى شهود عيان ان اثنين من المتظاهرين قتل في مدينة البيضاء شرق بنغازي في شرقي ليبيا خلال صدمات مع قوات الامن لكن المعارضة افدت ان عدد القتلى بلغ اربعة قتل ثلاثة اشخاص وجرح اخرون عندما اقتحمت قوات الامن البحرينية دوار اللؤلؤ في المنامة العاصمة لتفريق المعتصمين هناك منذ يومين وقد افاد عضو في الفرلمان ان شخصا رابعا توفي متأثرا بجراحه وانتشرت عربات مصفحة عسكرية في محيط ساحة اللؤلؤ قال مصدر النمني الناهالي ناحية النصر في محافظة ذيقار بجنوب العراق احرقوا مقر المجلس البلدي احتجاجا على تفشي الفساد وسوء الاوضاع المعيشية قال المتحدث باسم لجنة الاسعاف والطوارئ في الحكومة الفلسطينية المقالة ان الجيش الاسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين اليوم في شمال القطاع هم ثلاثة صيادين الى اللقاء اشتركوا في القناة